السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم جميعا بقناتي كيفكن صباياش والاخبار طمنوني عنكن ان شاء الله يا رب انتو بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحة وعافية اشتقتلكم كتير ورجعتلكم بفيديو جديد وروتيننا لليوم روتين النشاط والشغل بالحديقة او تقطيف المحصول فيلا حطوا لي لايك وخلونا نحضر الفيديو مع بعض بداية خلونا نذكر الله ونصلي عن نبي ونبلش بفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم الفيديو اليوم متر مال فيكم ما فيو طبخة ما فيو اهوان هيك متنشطين من الصبح وايمين على شغل الحديقة شفتوا حكيتلكم بالفيديو السابق انه عندي شغل بالحديقة كتير ولازم خلصون فالسحالي خليني خلص شغلاتي بالبيت تلاياتون وبعدين بطلع بقو وعلى شغل الحديقة لا هون والله كنتم رتب البيت ومخلصة كل اموري وكل شي تمان وكمان يعني اليوم انه عندي طبخة شفتوا مبارحة طبخة كباب هندي فالطبخة ليومين فقلت يلا بستغلي اليوم كلياتو بشغل الحديقة بس سبحان الله يعني شفتوا ايام مشتويش لون عبودتصير قصيرة وغير هيك يعني على الاربعة لازم كونهم خلصة كل اموري وبدي اطلع من البيت فهلا هون خلصت جوا وجيت لهون قلت خليني اشطف اسئيل زريعة وبعدها بقى بدي بلش بتقطيف الخضرة عندي ما شاء الله الارع بده تقطيف شفتوا مبارحة قطفنا لي قطينات اليوم بدي قطف الارع وبدي قطف كمان العنب يعني شجرات العنب او الدوالي يعني العنب اللي بقيان عليهم يا حرام يعني انو الدبابير عبياكلوا هون او مو بعرف اشو يعني نحنش قطفنا واكلنا بس ما شاء الله يعني فيها كميات كبيرة فقلت خليني قطفهم وشوف اش بدي ساوي فيهم هلا هون بعد ما خلصت شطر وساقيت الزريعة قلت خليني اترك الماء مرتوحة بما انو انا بالحديقة خليني اسقي الرمانات وعب اسقي الليمون بهاي الفترة عشان انو شفتوا الحبات تكبر ويصير فيها مي بس بدي اسألكم صوايا اللي عنده خبرة واللي بتعرف بتزراعه وبالرمان اتفيدني بهاي المعلومة ايه ما تحبت الرمان بتشقيق ازا كانت انو عبتنسقها مي كتير ولا ازا كانت عطشانة بتشقيق حبت الرمان هلا انا تقريبا عب اسقيهم يوم ايه؟ يوم لا وما شاء الله عبلاقي حبات الرمان يعني عب بيكبروا بس اليوم صراحة يعني تفاجأت بشجرة الرمان اغلب الرمانات بشققين وبتعرفوا يعني حبت الرمان بس من شققيت انو بيصير في بقلبها يعني ما بعرف شي مثل هيك الحشرات فلازم اتقطفوه وانا لسه هيك شفتون عن جد يعني صدامت قلت يا ربي والله لسه الارع ما خلصتو شغل انو بدو تقطيف كمان ما شاء الله الارعايات يعني كل ما بقطف منهم بيرجعوا بيشيلوا من اول وجديد وبصير فيهم حبات يعني جديدة اليقطين قطفتهم بيرحا لسه ما اشتغلت فيهم عندي العنب يعني انا كنت مخططة لشي وسبحان الله اليوم الرمان يعني تفاجأت فيو انو مشقق وشفتو لما فرجيتكن ياهون بتحسو انو بلشين حبات الرمان ينتزعوا فلازم بقولوا الواحد يتفقد الشجر كلياتهم ويقطف الرمانات ففيدوني بهاي المعلومة انو استمر اني اسقيهم ولا خلص واقف ما بقى اسقيهم ماي لحتى ما يشققوا البقايا شايفين ارعاياتنا ماشاء الله تبارك الرحمن يعني هالحديقة سبحان الله والله كنز يعني شفتو ماشاء الله شقد قطفنا من النون يمكن ما في فيديو بصور لكم ياه الا بقلكم يمكن هي اخر مرة بقطف محصولي من الحديقة وتبارك الرحمن يعني دخلت هيك الشتوية متل ما بيقولوا ولسه عندي كل الخضروات المزروعة لسه فيها سيمور يعني عن جد ماشاء الله هيك مثل ما بيقولوا رب العالمين طرح فيهم البركة منقطف منقطف وماشاء الله بيرجعوا بيزيدوا هلا انبيرحال يقطين شفتو اللي قطفته وزعت من نوع الجيران ولسه عندي كميين ولسه مانم قطفل يقطين اللي بالحديقة الخلفية اليوم القرح اللي قطفته كمان والله بدي وزعه على الجيران يعني انا انه طبخت منه ومن غير شر هلا جوزي بالمشفى والولاد ما كتير بيحبوا الاكلات القرح فما بدي استخدمه يعني فقلت بقطفه وبهيك وزعه لصحابينا النصيب ان شاء الله يا رب هيك بيأكلوهم بالهنم والعافية شايفين ما شاء الله شقد قطفت ارع هلا هالمرة اش طلع قدامي ارع قطفتهم كبار صغار لتخليني قطفهم كلياتهم ورغم هيك يعني شفتو لسه الشكلات فيهم زهر وفي حبات كتير صغار كمان كم يوم بيكبروا وبرشع بقى بقطفهم وبشوف اش بدي يساوي فيهم هلا خلصت وجيت اتفقد هاي الحديقة شفتو برحقت للكون انه في بطيخات طغار برحة هيك ايدي عفكر بيني وبين حالين طب انا ازا بدي اترك هذور البطيخات ما هو البطيخ لما بيكبر وبيستوي ما بيطلع فيه هديك الحلاوة وشفتو هلا الجو يعني ما بقى هاد الشوب فما رح يطلعوا البطيخات طيبين يابنت قومي قط فيهم كلياتهم وهميلك همة هيك على هالحديقة ومطفية كلياتها وخلصي منها فقمت والله اول شي شفتو اليقطينات لسه معنوم السويات كمان هدول بخليهم هدول هدول يعني اصلا الشكلة تبعيتهم نشفانة بقيانين هيك هن معلقين تعليق قلت هدول معنوم مشكلة في عندي سلق هلا ما بعرف هاد السلق هو بيطلع منه لحاله او ما بعرف مرة بتذكر جبت الله لما ارتعمه على اساس انهم بذور خاص وزرعت لي اياهم وقتها يعني وزعتهم بالارض فلما طلعوا ما طلعوا خاص طلعوا سلق فما بعرف هدول انه اذا ما ارتعموا انه هي زرعتهم او هن طلعين لحالهم فما بعرف قلت خليني كمان قطفهم شايفين ما شاء الله يعني هدول اذا بينطبخوا بيطلعوا صحا حتى هاي الفلافلة الرومية وقت اللي نقلت البنادورا كمان حطيت هاي الشكلة وسبحان الله يعني اش اطولت هلا انه شفت فيها كمان كم حبك كمان هدول اللي على السور تاركتون بينما هون اش في كل شي هيك بالطريق رح شيلهم ما رح خلي شي رح خلي هيك الارض نظيفة وغير هيك اخي لكم انه جوزي قال لي انه رح يجيب العدة تبعيته سبحان الله صارت هيك مرضته ولا انا نظفت الحديقة ولا شلت الشكلات ولا هو جاب العدة تبعيته وحطه هون هلا هون بلشت اطف هدول البطيخات اخي لكم اني بدي اطفهم خلينا ناكلهم وهن هيك صغار وخضر احسن ما يستو ويطلعوا بالاخير بل طعم هلا هاي شايفين كابرانة صراحة يعني ما بيكون فيها حلاوة ابدا ابدا فماشاء الله يعني اطف اطف ولسه مليانين يعني ما بعرف مع انه موسم البطيخ شفتوا يعني هلأ خلص انه هدول الشكلات ليش هلأ رجعانين انه فيهم هيك السمارة صغيرة ما بعرف فقطفت الكمية كلها هيك بقي كم حب صغار تركتون الى وقت اللي بدي اطفهم بقى ازا كانوا كبرانين بقى اطفهم لا كانوا لسه طون صغار خلاص ببتركهم ع الشكلات وبشيلهم هن وشكلاتهم وهي هون كمان عندي شكلة الفليفلي كمان مختلفة عن هدوك الشكلات بس هاي الفليفلي يعني بس هيك شكل على اطمان حد كتير حد ما بتتاكل بس هلأ انه شفت اللم الحبات الفليفلي او قرون الفليفلي كبرانين قلت بجوز يعني انه خفت الحدودية تبعيتهم خليني اطف كم واحدين ونجربوه نشوفو بيتتاكلوا او لا وهذا محصولنا لليوم ما شاء الله عن جد الخضار بتشهي القلب وسبحان الله يعني بتلاقوني كم يوم بقطف خضرة بس كل مرة بتكون مختلفة عن المرة اللي قبلة يعني عن جد والله هيك خضار الحديقة لما الواحد بيجي بيأطففان ما احلاها وش قدمه انتعا بس عن جد يعني متعبة متعبة يعني شغل الزراعة وانكن تتابعوها وتسقوها وتقطفو منها كتير متعب وبدو يعني وقت فاضي يعني تقريبا بتاخد منكن الحديقة اذا زرعتوا خضار وبدكن تسقو تقطفو او تنطفو التراب او تحفروا او تشيلوا الاعشاب يعني بشكل يومي ساعتين يعني على الاكيد انا يعني شفتوا يعني هلأ بهاي الفترة يعني مو بهاي الفترة صراحة يعني من وقت اللي زرعتلي مرتعا مو هي اللي اشتغلت فين وهي اللي تعبت فين الله يعطيها العافية انا مجرد اني اسقي وقطف وبتلاقون راش اداخدت من وقتين هلأ بهاي الفترة مع الخريف والورق الشجر اللي بيهروا كل يومين منطلع منكنس الحديقة او بالاحرى بطلنا انكنسا هلأ ادما منكنسا وبيهر ورق الشجر فقالت للا بنتي خلص يعني انه بدنا نتم منكنس وبدو يتمي هر الورق خلص انه الممر تبعنا المدخل يعني تبع البيت هذا منكنسه ومشطفه كل يومين وخلص باقي الحديقة يعني والله اذا لاحظتوا اليوم وانا عبشطف هذا بنتي مبارحم كنسته المدخل ورجع هر ورق الشجر فقالنا تعب يعني على الفاضي فما بلكن يعني اذا واحد زرع عشق بدو يتعب اوكي يعني النتائج عن جدع بتكون يعني ممتازة ما شوالله وكأنه لان الارض ما زرعنا فيها قبل بمرة فكان المحصول لهذه السنة ما شوالله كتير كويس والكميات كتير كبيرة اكلكن عن جد يعني الزراعة والحديقة انكن تستغلوها هذا بيكون كنز حقيقي بالبيت بس بده واحد يعني يكون عنده حب لهذا الشي ومتفرغ له فأنا يعني هيك خبرتي على قدي ان شاء الله هيك بالشتوية رح نسرع شغلات بسيطة وعلى قدنا وما تاخد من وقتنا كتير هلأ هون خلصت اللم الحديقة هونيك وخلصت تأطيف الخضراء جيت على الحديقة الخلفية هلأ هاي الحديقة الخلفية متل ما بيقولوا قصة تانية هلأ انا صراحة ما بصور لكم الا القسم اللي فيه الدوالي يعني وورق الشجر معبي المكان هلأ تقريبا هاي الحديقة ما كنزناها يمكن من اسبوعين او اكتر حتى من اسبوعين لأني قتلكم من كنزة من هون ومشطفة من هون وورق الدوالي يعني شقد من قتلكم بهر فعنجد يعني ما بتتخيل المنظر عندي كمان الجوز الجوز الامريكي عندي شجرة كبيرة 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 وما شاء الله يعني الورق معبي المكان وغير هيك بلشنا نجيب خشب للشتوية فجايب لي ياهون جوزي يعني بكياس كبار هدول بدون تقطيع وبدون نحطهم بالمخزن تبعون ونغطيون فيعني الحديقة ورق تلكم هنجدي يعني بده شغل يومين ثلاثة العيلة كلا ياتلى حتى تترتب وترجعته نضاف هلأ هون شايفين بس هيك قطفنا العناب شوفوا المنظر شلون صور هلأ الورق كان من قبل متل ما اكلكم بس لما نجي نقطف العناب اش في عنب نشفان كلا ياتوا يهر على الارض فقلت يلا مو مشكلة خلونا نخلص من العناب كلا ياتوا نقطفو وبعدين يبقى بكرنسة هيك تكميسة بلاية في الطاولة الكراسي بدي ضبون شان بكرة بسينز المطار هدول الكراسي بحطهم بالمخزن بس بترك الطاولة وهذا الكنب عندي كمان بشيري الوجه تبعه بغسلهم وبغطي بنايلو خلص هلأ هون ما باين قاعد في هاي الحادية فهلأ هون قطفنا العناب كلا ياتوا وطلعت عندي هاي الكمية هلا انا من فترة سألكون انو الدوالي عندي شايفين ما شاء الله يعني كميات العناب اللي فيها كبيرة يعني وش قد من قطفنا واكلنا الكمية كانت كبيرة وغير هيك يعني متل ما يكن شايفين العنقود نفسه تقريبا سبعين بالمية منه بتلاقو انو مضروب والباقي انو الحفات سليمة وما في اشي فقلت لحالي انو ازا الخل يعني ممكن ساوي انو بنفع حط العنب كلا ياتوا النشفان مع العنب العادي وبيصير خل فاغلب الصبايا قالوا للي لازم يكون انو عنقود العنب كويس ومغسول وبعدين اتخليلي فقلت لحالي بما انو بدي نضيف العنب كلا ياتوا حبي حبي ووصلوا وهذا العنب المضروب كلا ياتوا ما رح استفيد منو فخلص يعني بساوي دبس العنب احسن من الخل وانو يعني الواحد بيستخدمو بياكلو على الفطور بما انو يعني الخل موجود وبتلاقوه بالسوبر ماركت هلا اوكي يعني ما انو مثل الخل الطبيعي اللي بتعملوه بالبيت بس لأ يعني شفتوا دبس العنب ما بدو يعني شغل كتير فان شاء الله رح ساوي دبس العنب يبقى ازا هيك نجح معاي وصار كويس بصور لكم يا فرجيكم يا شلون طلع معاي هلا هاي كميات العنب اللي قطفناها قبل التنظيف هلا هون على بينما خلصت تقطيف الخضرة كلاتها وتقطيف العنب صارت الساعة اربعة وصار بقى لازم اترك كل شي والروح بقى على مواد المشفن فقلت لحالي ان شاء الله بكرا في بكير بساوي العنب وبنضف هاي الحديقة وان شاء الله منكمل يومنا مع بعض ولهون بكون وصلت معاكن بالفيديو لنهايتم ان شاء الله يا رب بيكون هيك فيديو اليوم خفيف ولطيف وتغييرها الروتينات البيت والطبخ وهلا بصار لازم ادعكم وقولكم ان شاء الله بشوفكم الفيديو جديد وروتين جديد على خير وهدات بال